الإعلامية المعروفة هالة سرحان نشرت مفاجأة على حسابها على تويتر كتبت وشهد شاهد من أهلها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن شخصيا يعلن المرة الأولى حركة حماس هربت إلى سينة في سيارات الإسعاف كانت تختبئ تحت الأقبية وتترك الفلسطينيين والأطفال تقتل ويقولوا مقاومة الراجل قالها صراحة اللي احنا بنقول ولا حياتا لمن تنادي منين بتتفعوا عن الشعب الفلسطيني ومنين سايبينه يقتل ويحرق ويموت بلغ عدد الشهداء عشر تلاف شهية نصفهم من الأطفال ونشرت الفيديو دهوت لمحمود عباس أبو مازن تعالوا نشوفه صوت وصورة حركة حماس كانت تختبئ تحت الأقبية حركة قيادة حركة حماس وأقولها للمرة الأولى هربت إلى سيناء بسيارات الإسعاف وتركت شعبها يذبح ثم يقولون نحن قاومة غير حركة حماس كانت تختبئ تحت الأقبية حركة قيادة حركة حماس وأقولها للمرة الأولى هربت إلى سيناء بسيارات الإسعاف وتركت شعبها يذبح ثم يقولون نحن قاومة غير ففيه واحد اسمه سيد محمود سلام رد عليها مش وقت يا دكتورة تابعت مقالاتك الأخيرة رجأ هدوء وتريس صعب الفصل حاليا بين حماس وأهل غز أو حتى فلسطين طول عمري بقرح حماس بس حاليا صعب صعب أفصل مفيش حل تاني غير دعم المقاومة فقالت له حضرتك أنا ما جبتش ولا كلمة من عندي أنا نزلت كلام زعماء حماس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مصر كلنا متعاطفون مع الشعب الفلسطيني وقلوبنا بتتمزك على الشهداء من الأطفال والنساء وشباب زي الورد من المدنيين الأبرياء العزل ومصر بتعمل على إدخال المساعدات والعمل الدبلوماسي للتوسل لوقف إطلاق النار والحل بإعادة مفاوضات الدولتين وهناك قصف وحرب دائرة بين الطرفين نتمنى لهم النصر ولكن ما زنب الأبرياء الفلسطينيين ففيه واحد تاني بيقول لها طب فين المشكلة في الفيديو ما احنا لما دخلنا تلاتة وسبعين الرئيس السادات يعني خبانة تحت الأرض مثلا فقالت له حضرتك بس ما خدتش بالك بيقول الأنفاق لحماس والشعب ده مسئولية الأمم المتحدة لأنهم لاجئين ما كانوا عايشين في بيوتهم طلعوا عشان حماس وجهت ضربة عنيفة لإسرائيل طبيعي كان لازم يتوقعوا إن إسرائيل مش هتسكت قال لك إيه الأمم المتحدة هي اللي مسئولة عنهم السؤال هنا طيب بقى فين دور المقاومة في حمايتهم ودلوقتي لما بيقولوا لهم إسحافوا للمعابر ويخرجوا من فلسطين مين بقى اللي هياخد خازة هم بيحكموا الشعب ده عايزينوا يخرج من أرضه ويتركها للاحتلال الشعب الفلسطيني البطل متمسك بالأرض والقضية الفلسطينية وحل الدولتين المطروح للبقاء الحق الفلسطيني بإذن الله ومصر ماضية في هذا الطريق أيضا عملت ريتويت للتويتها ديات صلاح عبدالله بيقول في حاجة عايز أقولها واللي يقتنع شكرا واللي ما يقتنعش براحته بس بدون تجاوز إشعال الفتنة بين المصريين وإخواتهم العرب على السوشيال ميديا شغل اللي جاء معجورة معظمها تبص سمومها من الخارج ومعظمها حسابات حديثة ومزيفة وأهدافها معروفة فلا يجب ولا يصح أن ننصاق وراءها ونشيرها وننشرها أيضا عملت ريتويت ليه التويتها ديات محمود عبدالعزيز بيقول لليحي الفقراني اللي كان ما حسسنا إنه مش هيقدر يكمل حياته بدون تيرانو صنافير دلوقتي عايزنا نسيب سينا هدى جنات بقى كتبت مفاجأة عن جاريت كوشنر بيقول إيه بقى بيقول كنا قريبين جدا على بعد أشهر قليلة من حل عادل والسعودية قدمت لنا حل يرضي الجميع وفقت إسرائيل بعد أن بزلنا مجهود لا يمكنكم تخيله لأقنعها وكمان وفقت معظم الدول العربية بما فيها السلطة الفلسطينية وكان هناك مشروع اقتصادي ضخم من الهند وأسيا لأوروبا مرورا بالشرق الأوسط كان هيخدم كل دول المنطقة ويدر عليها المالريارات سنويا بين كوشين الأردن ومصر وإسرائيل والفلسطينيين وحتى سوريا دول كانت سطر بحل كثير من هذا المشروع لكن حماس ضمرت كل شيء بطلب من إيران لا يمكننا الآن سوى التخلص من هذا التنظيم الإرهابي حماس حتى يعمش سلام الشرق الأوسط وتعيش هذه الشعوب في أمن وأمان أو على الأقل تضمن لأبنائها حياة أمنا في المستقبل سنعلن عن محل الدولتين مع نهاية هذه الحرب من عنده خيار آخر بقى غير هذا فهو شخص لا يريد حل ومن مصلحته رؤية الدمار والدماء للأبد ولا يهمه سوى مصالحه الخاصة العالم والشعوب تعبت 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 من هذا الصراع ولم تعد لديها الرغبة في سماع أخبار هذا الصراع ومشاهدة الدم والقتل أتمنى أن يسود السلام والحب الأرض هي كبيرة جدا كبيرة جدا تتسع للجميع لكن القلب ضيق عند البعض أتمنى أن يفهموا أن الكره لا يولد إلا الخراب والدمار فيها حاجة حلوة عملت رتويت للتويتا ديت الإخوان سايبين نتنياهو وجرائم نتنياهو وجرائم غيش الاحتلال ومركزين الرئيس السيسي وجيش مصر ومصر كلها ولما نقول الإخوان بينفزوا أوامر أمريكا وبريطانيا يطلعوا شوية عيشة يقولوا لنا أنتم عاملين الإخوان شمعاتكم فيها حاجة حلوة نشرت البوست ده هوت بتاع الحكاية تلتين المساعدات الإنسانية اللي بتدخل غزة مصرية وهي دي مصر وأهل مصر ده اللي قاله دكتور مروان الجيلاني مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في اتصال مع عمر هديب على بنامج الحكاية ففيها حاجة حلوة علاقة نصر الله يطلع يقول احنا ملناش دعوه وأردغان يطلع يقول لن نقاطع إسرائيل ومصر ترسل لهم أكبر حجم المساعدات اللي هو تلتين المساعدات كلها وبعد كده مصر ورئيسها هم اللي يتشتموا هل ده طبيعي؟ بزمتكم هل ده طبيعي؟ أيضا عملت ريتويت ليه؟ التويتر بتاعة راشد حامد لا منا ولا فضل بل حقه وواجب تصريح مدير الهلال الأحمر الفلسطيني سلسي المساعدات مصدرها مصر والطلط الباقي مصدره بقية دول العالم مجتمعة تخيلوا مصر بتدي تلتين المساعدات مع الأزمة الاقتصادية اللي عندنا طب والإمارات والسعودية والكويت وباقي الدول العربية أجنبية كل ده تلت بس ربنا يا رحمنا وفي الآخر مصر تتشت كريم جهين نشر التويتر دي الطريفة نشر الباست دهوت بتاع واحدة اسمها نانسي شغالة في السعودية حل كتبت ايه نانسي بصراحة ما عندهمش وعي المقاطعة وأنا اضطريت أمنعهم من الأكل في الدوام عشان استفزوني كل يوم ماك ودنكن وكأنهم بيتحدوني قمت أنا منع الأكل تماما بالدوام وكمان ماشي أكتب أخطأهم الوظيفية فهو فصر بقى الحكاية فبيقول ايه بقى الشعب السعوبي عامل ملحمة في تنظيف بلده الدكتورة نانسي عاملة مناضلة وفصلت موظفة سعودية عشان مش عاوزة تشارك في المقاطعة لدرجة بتجبر المرضى عندها في المستشفى الدكتورة نانسي يعني بتجبر المرضى عندها في المستشفى إنهم يشاركوا في المقاطعة أي حد الشعب المصري مقدبوش على احترام القانون يقدبوا الإماراتيين والسعوديين أتمنى قبل ترحلها تدفع غرامة محترمة وتكون عبرة لغيرها كريم جهين كتب حدثة بالفعل طب لو الجهاد لنشر الإسلام واجب كما تقول فلماذا لا تغزو دولتك إسرائيل أو أمريكا أو أوروبا مثلا فهو أجاب لأن بلادنا حاليا في حالة ضعف ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولكن عندما نكون مستعدين سنفعل فهو كريم بيرد علي بقى بيقول له حلو يعني كده بقى من حق إسرائيل القوية إنها تحتل فلسطين وأي دولة حولها أضعف منها بنفس القوانين بتاعتك صوت صور صور الحق كناية عن إن ما فيش حد ساعتها يدر يرد صحيح بنفس المنطق يبقى بقى إسرائيل عندها حق إنها تحتل كل الدول الضعيفة اللي حواليها إيدي كوهين برضو كتب طب ليش تلعبوا عالدنيا أنا بسمع أخباركم من ثلاث أسابيع وعملين تقولوا بعد يومين أو ثلاثة ينفذ الوقود وحتى اليوم قلتم نفس الشيء اللي هو إيه باقي يومين ثلاثة سينفذ الوقود وحينئذن سيموت الرضع والمصابين وما فيش وقود طب كيف تحتلون علينا بنفس القصة من عشرات الأيام إنه بقلكم كام يوم وينفذ الوقود طب عندي سؤال هل يومين أو ثلاثة هي راسخة ودائما نعاود ونصرح أن الوقود سينفذ طب نفذ صبرنا ولم ينفذ وقودكم يا كذبين هدى جنات كتبت غزة فيها وقود وقهربة أكثر من شوارع بعض الدول العربية شاهدوا الخطة الخبيثة التي تمارسها قناة الجزيرة قرب مستشفى الشفة حيث قادة حماس تحت الأنفاق وضعت لهم شاشة عملاقة وجمعتهم حول المستشفى كدروع بشرية لحماية قادة حماس تحت المستشفى شاهدوا بقى الأنوار والقهربة في كل مكان ألم يقولوا لنا أنهم في الظلام ولا وجود للقهربة والمؤلدات لا تعمل ونشرت بقى الفيديو اللي باين فيه القهربة في كل حدة كريم جهين كتب البوست المسير دهوت كتب إيه بقى كتب صباح الورد أحمد الله أني مش رئيس مصر وخاصة في العزمة الحالية لأن لو قلت لكم كنت هعمل إيه ممكن تهدروا دمي فورا لكن بما أني مش رئيس مصر وعندي أكونت على تويتر فمن حقيقة أقول رأيي حتى لو اختلف مع مليار ونص مصر مفيش قلب في السياسة تعال بقى أقولك في مصر في عشرة مليون لاجئ لم تستفيد منهم مصر بأي شيء زي ما كل العالم استفاد من اللاجئين عندهم سواء في التشغيل أو دفع الضرائب أو زي تركيا اللي استغلت أوروبا كل الاستغلال بسبب اللاجئين مصر واكستها كبيرة اللاجئين فيها بيملكوا ويعملوا بدون دفع حتى ضرائب وبيستفيدوا من عشرات المليارات من الدعم وكمان بيهربوا العملة الصعبة للخارج وده سبب رئيسي في الأزمة لو أنا بقى رئيس مصر والعياذ بالله قداني فرصة تاريخية لإصلاح كل مشاكل الوطن المادي ومشاكل الشرق الأوسط كله والإرهاب في سيناء وكمان حدود أمنة للبلد العشرة مليون لاجئ فيهم حوالي ستة مليون بلدهم آمنة لذلك يتم ترحيلهم فورا ويتم استضافة الاتنين مليون من غزة لكن مش في سيناء يتم توزيعهم على كل محافظات مصر لا يجب أن يتجمعوا في منطقة واحدة بينكو سين خطر وقبل القرار ده أستغل كل المجتمع الدولي في رفع الديون واستثمارات بعشرات المليارات والبلد تقف على رجليها ونريح البنية التحتية من استهلاك ملايين والدعي اللجوء ويبقى الكل مبسوط وهبقى بطل عالمي وصوري تتعلق كمان في العواصم كلها لكن زي ما قلت التفكير بتاعي اللي هو وين وين سيتيويشن ما ينفعش في دول الدرويش زي مصر انتو رأيكم شاركونا في التعليقات ومن ناحية أخرى كان فيه شاب فلسطيني بيطالب السلطات السعودية بنقل الكعبة إلى غزة وينتقد موسم الرياض تعالوا نشوف قال ايه انا بطالب ان الكعبة تنتقل على غزة انا بطالب ان الكعبة الشريفة تنتقل على غزة يا عمي احنا بدنا الكعبة بدنا نحطها بغزة لأن الكعبة عم برقصه حوليها فها تحير رقصات ومرقص يعني قبر النبي عم برقصه حوليه فاذا في مجال يا حبيب بن أهل السعودية بدنا الكعبة بدنا نحطها وين بغزة أيضا فيها حاجة حلوة كتبت أنت استقبلت أربعة مليون لاجئ سودان واثنين مليون لاجئ يمن وواحد ونص مليون لاجئ سوري وواحد مليون لاجئ ليبي كل دول استقبلتهم بدون مقابل الآن مطلوب منك تستقبل واحد ونص مليون لاجئ فلسطيني بمقابل أنت وافقت على نحو تسعة مليون لاجئ ببلاش ورافقت استقبل الواحد ونص وبمقابل كمان العب منك لأنك بستقبالك كل هؤلاء طمعت الآخرين فيك أيضا كتبت كلمة حسن نصر الله بغض النظر عن التنظير والشعارات الرنال إلا أنه في النهاية كان بيحافظ على لبنان ويبعدها عن الحرب الدائرة ولا يكرر أخطاء الماضي هو طلع قال إحنا ملناش دعوة باللي بيحصل ومحدش أخذ رأينا ولم نكن على علم بما سيحدث وأنها بالجملة الشيكسبيرية الخالدة يريد مصر تفتح المعبر الممثل القادير نبيل الحلفاوي كتب لا تعنيهم غزة ولا الضمار ولا الأطفال ولا الغاسة إلى آخره مصر وجيشها وقيادتها هم الهدف حقدهم الأسود ينضح ويكشفهم مهما طوارق خلف القضية يستميتون استغلالا لمآسي يعتبرونها فرصة سانحة قد لا تتقرر طاشت سهامهم وخاب مسعاهم فيها حاجة حلوة كتبت واضح أن إسرائيل عندها أجندة بتطبقها وهي جعل غزة مكان غير قابل للسكنة من خلال القصف ومنع وصول المساعدات لدفع الفلسطينيين لمعبر رفح والحمسوية سيقومون باقتحام المعبر في لحظة ما ودفع أهل غزة لمصر كما فعلوها من قبل في 2008 هذا هو السيناريو المتفق عليه وعلى مصر أن تكون مستعدة لهذه اللحظة وعلى الجميع أن يفهم أن اللي يهوب ناحية عدنا فهو عدو لنا أيا كان إيدي كوهين أعلق على خطاب حسن نصر الله وكتب بعد خطابه العقلاني والحكيم سماحة العلامة السيد حسن نصر الله حفظه الله ورعاه خط أحمر لن أسمح لأحد التطاول على سماحته الأحداث الأمريكية كتبت أردوغان بيقول تركيا لن تقطع علاقاتها مع إسرائيل لكن لم أخاطب نتنياهو بعد الآن أيضا كتبت حسن نصر الله دخول الحرب ليس لعبة والقرار يحتاج التأني والنظر للمصلحة العامة أيضا حسن نصر الله لن تكون هناك دولة اسمها إسرائيل في عام 2050 مفكر الكبير طاري حنجي كتب أو شير البوست دهوت إن الأمة التي تحارب الفقر بالدعاء وتحارب الجهل بالمناهج الدينية وتحارب التخلف بالفتاوى وتحارب الفساد بخطة بالمنابر وتحارب انقصام المجتمع بالمذهبية والتكفير وتحارب البطالة بالزواج والإنجاب هي أمة ميتة وإكرام الميت دفنه ده كلام طه حسين عميد الأدب العرب أيضا شير البوست دهوت علموا أولادكم العزف والغناء فالحناجر التي تغني والأياد التي تعزف لا يمكن أن تقطع الرقاب طه حسين نشرت الأحداث الأمريكية الأي بي سي على حسابها المتحدث الجيش الإسرائيلي اللي هو أفخاي أدرعي نشر الفيديو دهوت اللي احنا هنشوفه دلوقتي صوت وصورة وهو بيقول أنا ابن اليهودية الذي يحارب أبناء الشيطان والظلام والإرهاب كان فيه ناس طبعا في حسابه علقوا عليه عشان يغزوه يعني قالوله أنت ابن اليهودية فهو تلع واللوبة مفتخرا أنا ابن اليهودية تعالوا نشوف الفيديو صوت وصورة أنا أفخاي أدرعي ابن اليهودية دين الله الداعي لعبادة الراب الخالي أنا ابن اليهودية ابني داود وسليمان أنا ابن اليهودية الواقف علنا بفعلا أرضي والشعبي وقيمي أنا ابن اليهودية الذي يحارب أبناء الشيطان والظلام والإرهاب ومن أنتم يا دوائش حماس ودعمهم؟ أنتم من الخوارج والروافد جعلتم الشيطان الراجين إلها قابعا معكم في الأنفاق وفي الجحور ومن هناك ترسلون دوائشكم لقتل الأطفال واغتساب السافغي لكي غزة لأن هذه قيامكم وهذا حالكم وهذه نهاياتكم أعلنها أنا ابن اليهودية ومن ناحية أخرى مسؤول حماس موسى أبو مرزوق كان آل تصريح مسير جدا آل الأنفاق في غزة بنيت لحماية مقاتل حماس من الطائرات أما المدنيون في غزة فأغلبهم من اللاجئين مسؤوليتهم تقع على الأمم المتحدة والاحتلال يعني غسل إيده من شعب فلسطين بالكامل ترجمة نانسي قنقر